موسيقى مجزل لهم وآخر للأنباء أهلا بكم أكد فخامة الرئيس عبدالربو منصور هادي رئيس الجمهورية على مستوى العلاقات والتعاون المشترك الذي يربط اليمن بالولايات المتحدة الأمريكية في مختلف الجوانب والمجالات ومنها ما يتصل بالتعاون والشراكة في مواجهة التحديات ومكافحة التطرف والإرهاب بأشكاله وأوجهه المختلفة وقال فخامة الرئيس خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتيل والوفد المرافق له بأن اليمن والولايات المتحدة الأمريكية تتفق في الأهداف الاستراتيجية والتكتيكية معا لمواجهة التحديات المتربصة باليمن والمنطقة والعالم من خلال مواجهة خطر الميليشيات الانقلابية الحوثية وداعمها إيران وقوى التطرف والإرهاب لتطهير اليمن والمنطقة من شرورها وأشهد فخامة الرئيس بالجهود والشوط المقطوع في هذا الإطار متطلعا إلى مزيد من الدعم والمساندة لتعزيز مجالات التعاون في قطاعات التأهيل والتدريب للاتقاء بالمهام والواجبات للوحدات اليمنية المتخصصة في هذا الإطار إضافة إلى الجهود المبدولة في دعم وتأهيل قوات خفر السواحل اليمنية جد فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية التأكيد على أهمية تضافر كل الجهود الشعبية والرسمية في مختلف المحافظات لمواجهة المشروع الإمامي لميليشيات الحوث الإنقلابية وقال إن التاريخ لن ينسى تضحيات أبناء الشعب اليمني في مواجهة ميليشيات الحوث الإنقلابية المدعومة إيرانيا وسيخلد لهم بطولاتهم وشدد فخامته خلال استقباله محافظ حج عبد الكريم السنيني ومحافظ الذمار علي محمد القوسي على بذل الجهود من خلال العمل الميداني والتواصل مع مختلف القوى الوطنية لما من شأنه وحدة الصف ومواجهة غطرصة الميليشيات الإنقلابية التي نكلت بالمدنيين الأبرياء وهجرت العزل من الأطفال والنساء والشيوخ التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح قائد محور بيحان قائد جبهة ناطع اللواء مفرح بحيبه وبحضور قائد قوات التحالف العميد الركن عون القرني حيث اطلع نائب الرئيس على مسجدات الأوضاع الميدانية في محور بيحان بجبهة ناطع والانتصارات العسكرية التي تحققها قوات الجيش الوطني في مدينة البيضاء ونقل لهم تحيات فخامة المشير الركن عبد الربو بنصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى القوات المسلحة ومنهم إلى كافة القادة والمقاتلين في الجبهات واستمع نائب رئيس الجمهورية إلى تطورات والخطط الهادف لاستكمال عملية التحرير وما يسطره المقاتلون من بطولات صورية في وجه ميليشيات الإنقلاب بمساندة من دول التحالفة الدعمة للشرعية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وشدد نائب الرئيس خلال اللقاء على ضرورة تكاتف الجهود وتحمل قادة الوحدات العسكرية مسؤولياتهم المنوطة بهم بما يحقق هدف استكمال عملية التحرير وتثبيت الأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة نقش نائب رئيس الجمهورية نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق الركن علي محسن صالح مع قادة فروع الشرطة العسكرية في محافظات الجوف وذمار والبيضاء وشبوى وعمران وصعدة المسجدات وجهود تفعيل فروع الشرطة في المحافظات المحررة واستئناف مهامها ونقل نائب الرئيس تحيات وتقدير فخامة الرئيس المشير لقن عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وتوجيهاته بشأن المزيد من العمل للبناء المؤسسي وتصحيح الاختلالات وتطوير الأداء والجهزية لتنفيذ المهام المنوطة بشرطة عقب عملية التحرير وفي اللقاء كدنائب رئيس الجمهورية على أهمية دور الشرطة العسكرية في خلق الانضباط وترسيخه داخل القوات المسلحة وتقويم السلوك والمظهر لمنتسبي الجيش بما يمنع أي اختلالات أو عوجاج للمهام القانونية المنوطة بمختلف الوحدات ويضمن أداء نوعيا ومثاليا ومتكاملا بين مختلف الوحدات العسكرية نقش رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك في العاصمة الموقتة عدن مع محافظ محافظة إبا لواء الركن عبد الوهاب سيف الوائلي طبيعة الأوضاع وآخر المستجدات اليارية على صعيد المعارك بمختلف جباهات القتال الهدف لتحرير محافظة إبا بميليشيات التمرد والانقلاب الحوثية في إطار استكمال عملية تحرير اليمن كما وقف اللقاء أمام الاحتياجات اللازمة والضرورية لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لدحر الانقلابيين الحوثيين المواليين لإيران من العديد من المواقع المهمة من أجزاء ومناطق مختلفة من محافظة إب وأشهد رئيس الوزراء بالانتصارات التي يسجلها أبطال الجيش الوطني والمقاومة ضد المشروع الإمامي الحوثي في مختلف معارك التحرير وجبهات العزة والكرامة والإباء دعيا إلى بدل المزيد من الجهود الوطنية من كل المخلصين لتوحيد الصف الوطني خلف قيادة فخامة الرئيس المشير عبدالربو منصور هادي رئيس اليومورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لإنهاء الانقلاب وتخليص الوطن والمواطنين من المعاناة التي تسببت بها ميليشيات الانقلاب الحوثية السلالية المقيتة ميدنيا قتل وأصيب عدد من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية بينهم قيادات في قصف مدفعي شنته قوات الجيش الوطني على مواقع في يبهة الشامية شمال غرب محافظة صعدة وأفادت مصادر عسكرية أن الجيش الوطني استهدف بقصف مدفعي ورفة عمليات للميليشيات الحوثية في محيط جبل القراد الاستراتيجي أثناء اجتماع كان يضم عددا من قياداتها الميدانية وأضاف المصدر أن القصف الذي تم بعد عملية رصد دقيقة أسفر عن مقتل سبعة من الميليشيات الحوثية الانقلابية بينهم قيادات وإصابة آخرين وتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لها قتل ثلاثة عناصر من ميليشيات الحوثية الانقلابية بينهم قيادي ميداني يدعى عبد الرحمن محمد إدريس بمحاولة تسلل فاشلة ضد قوات الجيش الوطني على مواقع بجبهة قانية في محافظة البيطة وأفاد مصدر ميدانيا عناصر الميليشيات الحوثية الانقلابية لقوا مصرعهم إثر عملية تسلل فاشلة لمواقع الجيش الوطني وأضاف المصدران أبطال الجيش الوطني كبدوا الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد العسكري والأرواح وصلنا إلى نهاية المجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة